أهلاً أعزائنا المشاهدين مرة تانية نحن نتكلم عن حقيقة الطفان مع دكتور ناجي اسكندر خلينا نتكلم عن تأثير الطفان على الأرض شو تأثير يعني ما بعد الطفان ده كان تأثير ضخم جداً وده اللي بنسميه الكاتاستروفج جيولوجي أو الجيولوجيا الكارثية اللي العالم مش عايز يقبلها على فكرة لأنه فيه واحد اسمت شارلز ليال قال لك لازم ندرس الجيولوجيا على أن الكتاب المقدس لم يكن مكتوباً فهو ينفي تماماً كل الطورة وكل أحداث الطفان وبيقولوا بقى أن معدلات التغير الحادثة قدامنا دلوقتي هي نفس المعدلات اللي حصلت في الماضي وهي دي اللي ندرس على أساسها الجيولوجيا ده بيسموهم اليونيفرماتيريين أو الوتيرة الواحدة طبعاً دول بينكروا وجود الحادثة العملاقة بتاعت الطفان الطفان كان عمل كارثي ضخم جداً أثر على طبقات الأرض لأنه نبيع الغمر العظيم انفتحت ودي بيسموها اللي هي المية اللي موجودة تحت القشرة الأرضية دي انفجرت وكسرت القشرة الأرضية وعملت القارات اللي احنا نعرفها دلوقتي لأنه كان قبل كده كانت قارة واحدة بيسموها البنجية وبيقولوا انها تفككت ببطء ببطء شديد اليونيفرماتيريين دول الوتيرة الواحدة انها تفككت ببطء شديد جداً 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 وعملت القارات دي عشان كده محتاجين ملايين السنين احنا بنقول لا في تفنح وكتاب المقدس بيقول يعني مش احنا الكتاب المقدس بيقول في تفنح كان عمل كارثي ضخم أثر على طبقات الأرض فتكونت القارات الحاجة التانية ان كان في طينة شديدة وكان في الحيوانات اللي هي خارج الفلك ماتت وبتحركت من مكان وجودها لمكان تاني فلما بنلاقي حفرية في مكان مش لازم تكون الحفرية عاشت في المكان ده هي دفنت في المكان ده هي جامل ممكن من مكان تاني بالطفان العالمي شوف لما نفهم فكر الكتاب المقدس نقدر نفسر الحفريات بمفهوم مختلف جداً وده تفسير طبعاً لاكتشاف الديناصورات الكبير العظيمة بتشوفها في كل محل بتشوفها في كندا مثلاً بالزبط وبتشوفها في أمريكا وفي حتة كتير قوي فالديناصورات موجودة وفي تجمع كبير قوي في مقبرة حفريات كبيرة في ساوث أفريكا في أفريقيا الجنوبية فالحفريات دي بتلاقي فيها حاجات كتيرة مع بعض ومنها طيور على فكرة فهما بيقولوا الزواحف تحولت إلى طيور بس دلوقتي إحنا عندنا مقبرة فيها طيور وزواحف مع بعض فدي المقبرة الكبيرة اللي حصل فيها تجمع للحفريات لما مثلاً نشوف قمة جبل عالي ونلاقي عليه كائنات مائية متحفرة الكائنات المائية دي ما طلعتش بسلم عشان تتحفر في قمة الجبل لكن معنى كده أن الجبل ده كان مغمور بالمية وبعدين كائنات دي ماتت وتحفرت وبعدين المية نزلت وعلى فكرة التحفر لأنه كانت فوق أعالي الجبال المية بالضبط سبع أمطار خلوها خمستاشر زراعة لأنه ارتفاع الفلك كان خمستاشر زراعة فالغاطس بتاعه خمستاشر زراعة عشان يطفو نعم فاللي بنلاقيه أنه مارين فوسيلز حاجات مائية متحفرة على قمة الجبال تلقاها مثلاً في الجراند كانيون اللي هو في الأخدود العظيم في أمريكا في أريزونا وأنا زرت هذا المكان تلقاها في الهملايا تلقاها في ألاسكا فمعنى أنها متواجدة في بقاع العالم المختلفة على قمة الجبال أن كل دا كان متغطي فيه من الأيام بالمية وده اللي توفان نوح بيقول عليه موسيقى 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 اشتركوا في القناة